مرحبا معنا احمد دراكيز معتقل سياسي سابق قدام يناهز 17 سنة من الاعتقال نستضيفه اليوم للحديث حول احداث يناير 1984 سيحمد كيفاش ممكن تقررنا الاحداث ديال 84 والاسباب الحقيقية اللي ادت لها بنظرة اليوم الاخوة في البادي الاول انتحية نقول باش نكون اكتر وضوح تحية وطنية بشكل او باخر لهذه الجاردة الالكترونية اللي كتشق طريق ديالها في وسط واحد مجموعة تعت الصعاب وكانت من ناوليها كل التوفق طبعا بالنسبة للسؤال هو سؤال دو سجون دو سجون لانه قبل ما نقرأ هذه القضية نقرأ الاحداث ونقرأ الابعاد ديالها والخلفية ديالها كيف عشناها في ذلك اللحظة رغم اننا عشتها من داخل السجن لاننا كنت معتقل في ذلك الساعة وتفاعلنا معها كما تقلنا سياسيين اقول بانه الاجابية انتعت النبش في الذاكرة في هذه المرحلة هي انه واحد النوع على الاقل ديال التحفيز من اجل تجاوز الاسترخاء النضالي اللي تتعيش لبلاد منذ سنوات كثيرة واللي من طبيعة الحل اسباب ديالوتا هي كذلك متعددة فيها ما هو موضعي وفيها ما هو ذاتي نقول نعيش استرخاء لضاليين قويا في المغرب المغرب يعني لدرجة انه الاحباط يعني صار الابوتي هو العنصر الاساسي المتواجد في الحياة فالان يعني النخب السياسية او المناظرين السياسيين الان هم متفرقين ما بين نوعين او ثلاث انواع السياسيين نوع محبط لانه بالفعل شاف بانه دار واحدة مش مو عادية تحويش باش شوف البلاد فينا تقدم القدام والديموقراطية تقدم القدام وتقدم المسع الى قريت ولكن في النهائة المطاف كان شوف بانه كل شي كنا نبني واحدة من نوع ديال القصر من الرمال هي قصر في عاقيقة الامر ديالها لكان يجب ان تكون نبني قصر حقيقية ولكن في النهائة المطاف تبدى انها قصر من رمال والجزء الثاني يعيش وضعية النخبة بالنفهم جلال انتهازي والتبريري لان المستفيد الرئيسي الان من الاوضاع التي عيشها البلاد هي النخبة السياسية واعني بها اعزابا سياسية ونخبة معارضة او او اغلبية او الى اخرى سميه ما شئت من هذه القاموس اللي هو متداول عليه هذه الأطراف تشكلون اغلبية يعني تشكلون اغلبية تحت النخبة سواء كمناظرين او غير منهم اللي عاشوا الزمن الجميل الحلم ويعيشون الآن زمن الإحباط الردي او زمن الانتهازية البديلة الاخلاص الى اخرى هذه هذه التوطئة هذه التوطئة كانت بشكل عامل ايجابية ضرورة النبش في الداكرة كمثال من اجل على الاقل استرجاع ما يمكن استرجاع من اجل التحفيز على تجاوز الوضعية الرهينة اذا من هذه المنتظر هذه التوطئة خاصة الذاكرة اللي يعملوا على انتونسا يعمل على انتونسا مش غير من طرف فقط نظام السياسي او السلطة السياسية ولكن النخب نفسها نظرة التغييرات اللي وقعت في الإطار ديال العقول والريوص ديال هذا النخب وفي الإطارات نتعتج النخب السلمة بالنسبة لك قلت بي انك عندما وقعت الاحداث ديال 84 كيف استقبلتوا انتونوا في السجن الاحداث ديال 84 كيف استعطيتم معا من طبيعة الحال استقبلناها ونعمل الفرح لان في نهاية المطب التفكير ديالنا هذه الساعة اعطت مصداقية لكلام ديالنا اعطت مصداقية التحاليل اللي كنا نقوم بها بان البلد رايب في رجاء او اعطت مصداقية التحاليل حتى التحولات الاقتصادية والاجتماعية اللي كانت في ادار ديال البلاد لانه كما قلنا كما معروف انه اسباب المباشرة انتعت ديال حدات انتعتها في 1984 هي الاوضاع الوصلات السياسة الهيكلية التقويم الهيكلية منذ البداية ديالتها في اواخر السبعينات حتى الهيكلة التي بدأت تعطي لابد النتائج ديالها من خلال القدرة الشرائية من خلال الغلاء من خلال السيادة البطالة من خلال السيادة الاستيبداد يعني السياسة بالفهم المباشرة انتعت المعطيات اللي قال وهذه المعطيات كلها كانت تصب كلها في تجاه انت رحلت طروحات انت رحلت من اجلهم لانه قلنا دائما بأنه خاصة انك اشتراكيين بشكل عام وموت الجنة اللي كانت عندنا بشكل عام هي ضد الليبيرالية ما هي سياسة تقويم هيكالي هي الليبيرالية المتوحجة تفتح الباب امام الليبيرالية المتوحجة بشكل عام وبذلك غيبات الخدمات غيبات كانت كذلك اسميتو المعيشية كانت بالنسبة لنا واحد النوع ديالش يقول له عودة الانتفاذ العفوي خاصة ما كانش لأن الظروف هاي ومشابهة نسبية الظروف 1928 يونيو 1928 لأنه 20 يونيو 1928 كذلك رجعت من بعد البداية الأولى مع عبدالطيب جوهري ديال تقويمات الهيكلية بشكل عام يعني أو المنظور التكنقراطي للسياسة المكروه اقتصادية سيحمد كيفاش نتمون داخل السجن تعاطيتم مع الأحداث وكيفاش كنتو كتو تنسقو مع نسميهم مع المناضرين خارج السجن حول هذه الأحداث هذه بختيصة هاي هو بالفعل يعني بالنسبة للمجموعة التي نقولها بصراحة يعني بشكل عام منذ بداية التمانينات المجموعة التي يتلقوا عليها المجموعة تحت سبعة أو سبعين اللي كانت تنادل داخل السجن حتى من داخل السجن كان عندها واحد من نوع ديالتواصل مباشر وكان واحد ديالتواصل قوي كل الأحداث اللي كانت نزل في المجرد تقريباً أساسية كنا كنا نخرج منها خرج فيها بيانات اللي هي مباشر سيحمد فهذا النقطة اللي بيانت كيفاش كيتو قدروا البيانات في ذلك الفتراء أثناء واحد اللي كانت الحراسة مشدادة وكيفاش كنتو كتو تخرجوا تليبيانات لذلك؟ أو أسلوب ذاكرة أنه كان فتاعداً وفتاعداً وفتاعداً وأسليم أخرى وفاعلين كيف قلت لك أنا شبت في الأحداث منتعة 1984 وتم إدبوتين السندق ديالي في داخل ديال السجن وفي الخارج ديال السجن وحكمتوا من أسباب ديالها لأنه تم اعتقال واحد بسبوعاً المناظرين في الإطار ديال هذه الأحداث تبع علاقة معها بشكل عام من طبيعة الحال ما هي التهمة السيحماد التي توجد لك وتحكمت سبابها في أحداث 1984 وما هو الحكم الذي يستطرف حقها؟ المناظرات سيرية توزيع تأسيسها تنظيمها تنظيمها وتوزيع كتابات محضورة بشكل أو بأخر من شئ لها المثبلة النظام العام من داخل السجن أنا من داخل السجن لأساس أنه أتلقت كتابات ديالي كتابات ديالي وكنا ذلك الساعة في شكل عام وهذه الأول مرة كانت تخرج بشكل عام كنا كنا نصدروا ذلك الساعة 23 مارس جريدة 23 مارس سيرية في إطار الصراع التي كانت تستعبينه من دامة العمل أنوال التي ستصبح من دامة العمل في شكل عام كانت تصدر جريدة 23 مارس يعني إريخية في فرنسا يعني بشكل عام وفي إطار الصراع التي كانت كوي لابوتي ياسر وكاسمينا ياسر تصدرنا 23 مارس لابوتي أصدرنا جريدة 23 مارس في سيريا كان المداخل سيريا لم يكن من أرسا وخارج الettsر من أرسا وكانت تقعدين موظرة وكنات تصايب معي كانت صيب للخطة ما هي الأسماء التي كانت معكم مهما تفادل مجموعا قد تقعد عبد الإله بن عبد السلام يتعتقل متضدمر عبد الإغني القداج وكان عبد الإله بن عبد السلام وكان حسن العالمي البوطي وكان أتير نور الدين وكان عبد الفتاح بوكورو وكان العمراني من أفأسي وكان غاندي ما حال هذا اللي قلت لك هذا لك لن نسى شيء واحد اللي كان فيه من عبد السلام البوطي والقباش وآثير وعيمة وعيمة وكانت تعتقل برتبات مع التدهورات وكانت سويتو في 1784 في مراكش وفي مدن أخرى